ولذلك دع الشرع الشريف إلى التكافل وإلى التعاون طيب إيه صور التكافل والتعاون؟ لما نقرأ كده الحاجات اللي جات في الشرع الشريف هنلاقي أن التعاون والتكافل ده ليه أذرع وجه إليها الشرع الشريف بعضها واجب يعني حاجة مفروضة على الناس وبعضها حاجة مستحبة من ضمن الواجب الزكاة فزكاة المال ده ذراع من الأذرع التي يتحقق بها التعاون أو التكافل أو المساعدة أو محاولة سد حاجة الناس دي الحكمة من الزكاة أو من فرضية الزكاة نعم ده طريق من الطرق الواجبة طرق المستحبة زي الصدقة ذراع أيضا من الأذرع زي الوقف اللي معنا موضوع اليوم زي القرض الحسن دي كلها أذرع فيها نوع مساعدة من الإنسان إلى غيره بحيث تتحقق كفاية الإنسان هذه المساعدة قد تكون واجبة كما في الزكاة وقد تكون مستحبة كما في الوقف والصدقة والقرض الحسن مثلا نعم الوقف بيختلف عن الحاجات التانية أنه في عين ثابتة باقية وفي نفع من وراء هذه العين طيب الصور اللي بنشوفها وبعضة حركة تصحح لنا هل دي ينطبق عليها يعني مصطلح الوقف ولا لا نلاقي مثلا في مسجد معين مجموعة من المصاحف ومكتوب كده وقف لله تعالى كل دير مية زي ما أنا قلت من شوية مائدة طعام وما إلى ذلك هل الحاجات دي ينطبق عليها شروط الوقف إنجاز التعبير ينطبق عليها لأن كل شيء يمكن للإنسان أن ينتفع به نعم فيمكن وقفه فدلوقتي المصحف طبعا من أهم الحاجات الإنسان ينتفع بها نعم مشازم انتفاع في الأكل والشرب فالانتفاع في قراءة آيات الله سبحانه وتعالى وتعلم ما فيه فده داخل معنا في الوقف ويجوز وقفه عندنا الكل دير مثلا سائر بقى الحاجات كل ما يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقاء هذه العين يعني مثلا لو فيه أكل جاهز ده ما ينفعش وقفه لأن الأكل لن يبقى بعد أكله لكن مثلا المائدة نفسها بمكانها دي تعتبرك في العين لكن المكان نفسه أو لو قلنا مطعم مثلا أه المكان موجود فيبقى المكان موجودا ومستمرا فيبقى الانتفاع المسجد المسجد موجود باقي تبقى المنفع والصلاة فيه ومدارسة القرآن والتعلم إلى آخره يعني من شروط الوقف استمرار المنفع أو ثبوت الشيء الموقوف ما هو فيه واقف اللي هو الإنسان صاحب التبرع وفيه موقوف عليه اللي الحاجة هتروح له وفيه الموقوف نفسه الحاجة اللي احنا وقفينها دي من شروطها تكون مستمرة الواقف لازم أبقى مالك الحاجة ويبقى فيه أهلية التصرف يعني بالغ عاقل رشيد إلى آخره جميل والموقوف عليه جهة من جهات الخير الناس اللي احنا نديها الحاجة اللي ينتفعوا فقراء بقى مساكين محتاجين طلبة علم أيا كان طب والموقوف بقى العين نفسها أن تكون العين مما تبقى ولذلك جات الصدقة الجارية فرغب فيها الشارع الشريف فجمل العلماء قالوا ايه الصدقة الجارية دي يعني تطلع ايه الصدقة الجارية قالوا الصدقة الجارية هي الوقف نعم الصدقة الجارية هي الوقف ليه؟ لأن احنا عايزين حاجة تبقى موجودة ولسنوات أو الانتفاع بها مستمر والانتفاع مستمر ولذلك سميت صدقة جارية نعم لأن النفع بها جاري ومستمر طب ايه الحاجة اللي في الشارع الشريف هتبقى صدقة وثوابها جاري أو أو المنفع جارية قالوا هي الوقف ما قالوا الصدقة الجارية هي الوقف وطبعا رغب الشارع الشريف فيها وحتى سيدنا جابر ابن عبد الله يقول يعني ما رأيت أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه مقدرة على الوقف إلا أوقف وقفا الله وسيدنا الإمام شفعي يقول بلغنا أن ثمانين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفه وسيدنا عمر ابن الخطاب جهل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصبت أرضا في خيبر أو من خيبر أو بخيبر لم أصب أرضا أو مالا هو أنفس منه يعني الحاجة دي أفضل حاجة عندي أجل حاجة ملكتها في حياتي فأعمل إيه يا رسول الله ماذا أفعل فيها قال أحبس أصلاه وتصدق بثمرتها فأوقفها سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الفقراء كما في الرواية عند الإمام البخاري بعض الناس قالوا دي ده أول وقف في الإسلام بعضهم والبعض الأخر قال لا ده في وقف تاني اللي هو كان بتاع سيدنا طلحة ويعني خلاصة الأمر فتذكر كمان قافلة القافلة اللي وقف من سيدنا عثمان تقريبا من سيدنا عثمان عفان رضي الله عنه قافلة بالكامل نعم فهو فكرة الوقف دي أن في حاجة في حاجة باقية نعم أصلها باق وثمرتها والنفع من ورائها مستمر الكلام ده شكله يطلع على حسب البيئة وحسب الظرف وحسب الوقت اللي الإنسان يعيش فيه اطباعة المصاحف أو يعني إيجاد دي المجالات بقى دي المجالات بقى دي السؤال فعلا اللي كنت عايز يقول لحضرتك لو أنا دلوقتي حد من الناس اللي بتفرج علينا وخلاص إن شاء الله يعني متحمس للأمر وعايز يكون له وقف أو يعمل وقف لله عز وجل إيه المجالات اللي ممكن أتجه لها علشان يعني أخذ ثواب الوقف ممكن من الصور المستحدثة طبعا مسألة المصاحف والمساجد ده يعني على مدار العصور والأزمنة نعم ناسي حبها جدا نعم مثلا دور المناسبات المستشفيات المدارس والمعاهد والجامعات المسامة في رصف الطرق مثلا لو في محاولة مثل هذا نعم مثلا زراعة الأشجار المثمرة أو المزروعات المثمرة التي تبقى وتستمر مثلا لو في حد فقير ومحتاج بيت ممكن نساهم معاه مثلا شراء كتب العلم للطلبة وإحنا كمان يعني في كل موسم المدارس يعني الطلاب دلوقتي يعني في المدارس فممكن إن إحنا نساهم كمان بين إحنا نشتري مثلا لمجموعة من الطلبة الكتب أو ندفع لهم مثلا مصاري في المدرسة نشوف بعض الناس تعمل كده هل ده يعد وقف مثلا؟ يعني هي الحاجة اللي أثرها موجود نعم ستدخل معنا في الصدق الجارية اللي هي أصلا دخل معنا في الوقف واللي هو هيبقى الوقف الصدق الجارية واحد من ثلاثة ثوابهم مستمر للإنسان بعد وفاته كما في الحديث المشهور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع أعمله إلا من ثلاث من صدقات جريه لو الوقف أو الحاجة اللي أحد قلنا فيها أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اشتركوا في القناة